لا تزال خريطة التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر تتأرجح دون وضوح معالمها في مشهد معتاد عقب كل انتخابات تجرى في العراق وفي تأكيد على إخفاق الاجتماع الذي شهدته بغداد الخميس بين زعماء ما يعرف بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية وزعم التيار الصدري مقتدى الصدر جرت اتصالات مكثفة بهدف عقد اجتماع آخر في النجف لبحث الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة تصريحات التيار الصدري التي ظهرت بعد الاجتماع اكدت ضمنا على عدم التوصل لأي تفاهمات حيال الأزمة الراهنة من بينها ما اعلنه رئيس الهيئة السياسية للتيار أحمد لمطيري من أن الصدر اكد خلال الاجتماع على مسألة تشكيل حكومة أغلبية وهو ما ترفضه القوى الخاسرة ولفت لمطيري لأن الصدر شدد على أنه في حال أراد قادة الإطار التنسيقي الدخول في الحكومة فعليهم القيام بتسليم سلاح الميليشيات ومحاسبة الفاسدين وهو ما اعتبرهم مراقبون تصريحات دعائية لأن التيار الصدري يمتلك أكثر من ميليشيا وشريك أساسي في الفساد الذي يحدث في العراق كما أن المطلب يمثل ورقة إضافية يريد الصدر لعبها في المفاوضات الجارية للخروج بأعلى المكاسب وهو الذي عرف عنه كثرة تقلباته وتراجعه عن مواقفه الفشل في التوصل إلى أي بوادر اتفاق ظهر في مواصلة أنصار الميليشيات احتجاجاتهم في بغداد ومحاولاتهم دخول المنطقة الخضراء في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر سياسية أن أي حوارات لن تكون بمستوى الجدية قبل تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وتؤكد المصادر أن المحكمة الاتحادية لن تتعجل من جانبها في اتخاذ قرارها لحين ظهور بوادر اتفاق في جدل بيزنطي عنوانه أيهما يحصل أولا الاتفاق السياسي أم التصديق على النتائج بينما يعيش الشارع العراقي على وقع أزمات معقدة تسبب بها هؤلاء الذين يكررون صراعهم كل أربع سنوات لإعادة تدوير أنفسهم وضمان بقائهم في السلطة